السلام عليكم ورحمة الله وأهلاً وسهلاً بكم في الأجند ما زال العالم يمر بحالة ذهول وصدمة جراء الهجم الشرس لوباء كورونا عليه الكثير من الناس يتساءل عن النهايات المتوقعة للأزمة والآفار التي ستتركها على مختلف المستويات وكنا في حلقة ماضية من هذا البرنامج قد صلتنا الضوء قليلاً على تاريخ الطاعون الذي اشتاح أوروبا في القرون الوسطى لكننا لم نتوسع في ذلك ولم نتحدث عن الآثار المختلفة التي خلفها ذلك الوباء على أوروبا والعالم من ثم سواء أكرت آثار سلبية أو آثار إيجابية لذا رأيت أن نخصص هذه الحلقة للحديث عن الآثار المختلفة للموت الأسود كما سمّوا الأوروبيون في حينها لعلها تساعدنا على فهم ما سيحدث بعد انتهاء وباء كورونا الحالي فكونوا معنا في أواخر القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر الميلاديين كان التوازن البيئي قد اختل في قرتي آسيا وأوروبا فأصبح بارداً جداً بعد أن كان معتدلاً في الشتاء جافاً في الصيف هذا الاختلال في المناخ أدى إلى تحولات خطيرة في مجال الزراعة والتجارة وفي مجال البيئة اتساع رقعة الثلج جاء على حساب المساحة الصالحة للزراعة كما أغلق بعض طرق التجارة طرق التجارة البحرية والبرية غزارة الأمطار أدت إلى تجريف التربة الزراعية التي لم يغطيها الثلج وكان المجتمع الأوروبي حينها مجتمعاً زراعياً في الأساس كان النمو الزراعي البسيط الذي حدث في القرون السابقة من الكرن العاشر للكرن الثالث عشر كان هذا النمو في مجال الزراعة بالإضافة إلى النمو في عدد السكان خلال تلك القرون قد أوجد النواة الأولى للمجتمع البروجوازي في أوروبا اللي هو مجتمع التجار والصناعيين لأن المجتمع كان في الأساس الأوروبي كان مجتمع زراعي لكن المجتمع البروجوازي هو المجتمع الذي قامت على أكتافه النهض الصناعية فيما بعد غير أن هذه التحولات المناخية والبيئية اللي ذكرناها قبل شوية أدت إلى كارثة اجتماعية في أوروبا والعالم هلك على إثرها الملايين من الناس بسبب هذا الاختلال المناخي فشت أمراض طاعونية بدأت بالبشر ثم عرجت على الحيوانات كالأغنام والبكر كان هناك طاعون للبكر وطاعون للأغنام كانت البداية طبعا من ميكروب اسمه يرسينة ظهر في صحراء بشمال الصين وانتقل إلى الصين ومنها إلى الهند ثم اختلفت النظريات بعد ذلك في الطريقة التي وصل بها هذا الميكروب أو هذا المرض إلى أوروبا هناك نظريتان في الموضوع نظرية تقول أنه انتقل مع المغول الذين كانوا يغزون حينها معظم القارة الأسيوية ويقتربون إلى حدود أوروبا يحتكون بالأوروبيين وبالروس هذه نظرية ونظرية أخرى تقول أن هذا الوباء أو هذا المرض انتقل مع القوارض الأسيوية مثل الفئران وما شابه القوارض الأسيوية التي اضطرت اضطرت للحركة من أماكنها بحثا عن الأكل بعد سنوات من المجاعة التي سببتها التغيرات البيئية فتحركت وانتقلت إلى حدود أوروبا بعضها انتقلت القوارض الأسيوية إلى من القوارض الأسيوية انتقل إلى القوارض الأوروبية التي احتكت بها ويقال تحديدا أن السفن التجارية الإيطالية التي كانت تنقل البضائع من حوض البحر الأسود إلى حوض البحر الأبيض ذكرناها في الحلقة الماضية هذه السفن قد نقلت بعض الفئران المصابة بالميكروب ومن هذه الفئران انتقل إلى إيطاليا ثم إلى أوروبا كما حدث الآن في مع كورونا كذلك نقل الإيطاليون الطاعون الرئوي في تلك الفترة إلى مدينة الإسكندرية ومنها إلى مصر وبقية العالم الإسلامي هذا الطاعون الرئوي يشبه إلى حد ما طاعون كورونا الحالي كان الميكروب يستولي على الرئتين ويتكاثر فيهما بشكل متسارع حتى يفجر الرئة والناس يطرشون دما قبل أن يسقطوا على الأرض موت وصل عدد القتلى في القاهرة وحدها في اليوم الواحد ثلاثمائة قتيل في اليوم الواحد وبعدين تزايد العدد إلى سبعة ألف قتيل في اليوم أحد المؤرخين العرب حينها ذكر قال أن ذروة الوباء بلغت عشرين ألف قتيل في اليوم الواحد في القاهرة ويبدو أنه كان ينتشر بنفس الطريقة المتسارعة التي ينتشر بها فيروس كورونا أصبح العالم الإسلامي حين ذاك بكامله أسيراً لهذا الطاعون في القرن الرابع عشر الميلادي حتى تأكيل أنه قتل قربت من خمسة وعشرين إلى أربعين مليون عفواً من خمسة وعشرين إلى أربعين في المئة من المسلمين في العالم الإسلامي آنذاك وذكره عدد من المؤرخين من بينهم ابن خلدون في عام ألف وثلاثمائة واحد وخمسين كان الموت الأسود وهو الإسم الذي اختاره الأوروبيون للطاعون آنذاك كان كتشرف على النهاية في أوروبا ألف ثلاثمائة واحد وخمسين كانوا في نهايته وليس كما كان الأستاذ والضح خنفر قبل أيام بأنه بدأ في ألف ثلاثمائة واحد وخمسين لا هو انتهى في واحد وخمسين انتهى بعد أن سحك العالم وأفقده وصوابه لثلاثة كرون وقد خلف لدى الأوروبيين صدمة وحالة ذهول وتيه وأمراض نفسية عدة وبطبيعة الحال كان لابد أن يترك آثار عميكة في حياة الناس الاجتماعية النفسية والثقافية والدينية هذا أمر طبيعي الأحداث الكبيرة لازم تترك آثار في هذه المستويات في هذه الأبعاد هذه الآثار تستحق أن نتأملها قليلا حتى نكون صورة واضحة لما يمكن أن يحدث في العالم اليوم إذا ما عجزنا لا كذر الله عن السيطرة على وباء كورونا وتحول إلى كارثة واسعة الآثار العميكة التي خلفها الطاعون بدورها في الكورونا الوسطى خلفت آثار أخرى على طريقة نظرية جناح الفراشة يعني تداعي زي أحجار الدومينو لما تتداع عندما تسقط واحدة تلو الأخرى بعض هذه الآثار كان سلبياً وهو الأكثر وبعضها الآخر كان إيجابياً على سبيل المثال نشأت قيم ثقافية جديدة قيم نفسية جديدة لدى الأوروبيين بعضها قيم إيجابية وبعضها سلبية من الآثار السلبية على المستوى النفسي والاجتماعي مثلاً انتشار مذهب اللذة مذهب الأبيكوري اللي كما يعرفه المتفلسفون دارس والفلسفة مذهب أبيكور اللي هو مذهب الجري وراء الشهوات بصورة مفرطة في المجتمع الأوروبي إطلاق العنان للذات في تحصيل الشهوات وكأن الناس كانوا ينتقمون من سنوات الحرمان بعد أن انتهت الكارثة يعني أطلقوا لأنفسهم العنان في تحصيل الشهوات أيضاً ظهرت نزعة فردانية أنانية لا تقيم وزناً للقيم الاجتماعية والمؤسسات العامة مثل مؤسسة الهسرة مثلاً أصبح الفرد في الغالب يهتم بإشباع رغباته وإرضاء نفسه دون النظر إلى مصلحة الآخرين أو القيم العامة احترام القيم العامة وأصبح الفرد أكثر فعالاً وأقل عقلانية في ردود أفعاله آنذاك أصبحت العاطفة هي التي تحكم العقل كما يقال أيضاً فقد كثير من الناس ثقتهم بالدين لكن كانت الأكثرية كتفقدت ثقتها برجال الدين تحديداً وليس بالدين لأن الناس كانوا يتوقعون من رجال الدين شيء لم يحدث لم يحدث كانوا يتوقعون أن تتدخل العناية الإلهية لإنقاذهم وإيقاف الكارثة عند حدود معقولة لكن هذا لم يحدث وكانوا يصدقون رجال الدين بأنه كانوا يكدمون تفسيرات معينة غير صحيحة للظاهرة الدينية أثبت الطاعون فشلها فكفروا برجال الدين رجال الدين أنفسهم هربوا هرب بعضهم من الكنائس هربوا من وجه الطاعون هربوا من المدن وبحثوا عن مناطق خالية من الوباء في حين كان الناس يتوقعون منهم أن يكفوا إلى جانبهم لكن الحقيقة أن نسبة رجال الدين الذين هربوا من المواجهة لم تكن كبيرة فقد قدرها بعض المؤرخين بحوالي 20% فقط منهم من القساوسة الموجودين في الكنائس والبقية صمدوا مع الناس ومات بعضهم مع الناس لكن الذي أضر الدين المسيحي في أوروبا آنذاك في القرون الوسطى هو تلك المفاهيم الخاطئة التي روجها رجال الكنيسة عن الوباء كانوا يقنعون الناس من قبل بأن الوباء لدى الكنيسة قوة غيبية كان لدى الكنيسة نفسها قوة غيبية قادرة على مواجهة كل الاحتمالات وأن الوباء لا يصيب إلا الأعداء الكفار والهراطقة وما شابه ذلك من الأوهام التي يخلقها المتدينون لأنفسهم وما زالوا فلما وقع الوباء ظهر الغباء وبطل الادعاء وهذا يذكرنا بما يجري اليوم من بعض رجال الكنيسة الإسلامية وبعض المتدينين أو بعض المتدينين الجهلة وخصوصاً إخواننا الشيعة في العراق وإيران الجماعة في هذين البلدين يعني بيقدموا هذا الأيام عرض فكاهية تثير الضحك وتثير الغثيان معاً ادعاءات سخيفة كم من الجهل خريب ادعاءات عن قدرة الإمام الفلاني في كبر المقبور على شفاء الناس على شفاء المرضى ويذهبون للعق ولحس المراكد جدران المراكد يلحسونها ويلعقونها اعتقاداً منهم بأنها تشفي هذا في القرن الواحد والعشرين واعتقاداً منهم بأن الشيعي المحب الآل البيت الحقيقي لا يصيبه وباء ويدعون الناس إلى الاجتماع في مراكد الآئمة وما شابه ذلك من مظاهر الغباء والغوغائية تعالوا نتابع بعض هذه المشاهد للعبرة والتسلية أيضاً لكربلاوه ديان چلو متريان با پي بريوه لأپناو غيشتن با مزارگه إمام موسى كازم لبغده بلابوناوه ويروسي كورونا قدغي هاتوچو كاريگاري لسريا نيو لا يعتقرنوه كجران إمام موسى سردينة کردونتوا تا داتوانن با سنجيان دادك شنودة غرين اوانيات كرنوه كل هرشته شديكا با غرين ترو بيروه سردزانن لا تهتمون ترى كارونا هيتش كل دعايات كون على ثقة علي ولادة ترى العراق بأمان بصاية الله وبالحسنين وبطلبة ديكتور الشيعة والي طعنا ما يخيف وأمنوا بأمنوا موسى بن جفر ماكو كارونا العالم كلا تخاف والعراق ما يخاف احنا عدنا طبيب ببغداد وعدنا طبيب بكربلي وعدنا طبيب بالنجيف امام موسى فزيش كرو تارساري همودر ديكا دروش ميام صالي زيارة كاران بو باشا جان قرانتي تارسار كرني توجباني فيروسي كورونا دادن قربيتو بين سرداني امام موسى كازم داوالا تجبواني ايران تشينو ايطاليا داكن او درفتالة دازنة دنو بينو خوان ليراة تارساربكن هان يدعو دعوة للصين وليل ايطاليا روما وليل ايران دول اكبر ثلاث دولة سمضررة يجون كلهم يدخلون للامام اذا ما طلعو كلهم كلهم اذا ما طلعوه هنا يسولهم تحليل هنا رايز ساحة وكلهم بريئين مئة بالمئة خلي ذبحونا من المؤرخين من ربط بين ثورة الاصلاح الديني التي حدثت في اوروبا في القرن السادس عشر من ربط بينها وبين الطاعون الذي اصاب اوروبا هذه من التداعيات ومن الاثار التي يتوقعها التي ظنها البعض مع ان ثورة الاصلاح الديني حدثت بعد كرنين من الوباء في القرن السادس عشر كان القسيس الالماني جلوثر قد اشعل فتيل هذه الثورة ضد الكنيسة وكانت الشرارة الاولى في هذه الثورة هي اعتراض لوثر على بيع الكنيسة لسكوك الغفران اعترض على بيعها مش على السكوك نفسها يعني هم ما عندوش مشكلة مع السكوك يدونهم سكوك غفران ما فيش مشكلة بس يبيعوها لا كانت الكنيسة تستغل لهفة الناس للشفاء والتعويض عن العذاب في الدنيا فتبيعهم المغفرة ببعض المال طبعا الكنيسة اقنعت الناس من قبل يعني بان الرب قد منحها سلطة غفران الذنوب والسعب خمسة جنيه والحسابة بتحسب على رعاة الامام وعلى رغم من ان شريحة كبيرة من الاوروبيين قد فقدت ثقتها في رجال الدين خلال كورونا الطاعون وما بعدها الا ان شريحة اخرى انصرفت الى الزهد والتصوف الصدمة الصدمة كانت كوية عليهم يعني خلتهم يزهدوا في الدنيا ويتصوفوا وروحوا يحجوا لمراكد الامة والقديسين كرد فعل على تعب الحياة يعني وهذه نتائج لابد من انتوقع احنا بعد كورونا وكان من نتائج ذلك ايضا ان توسعت اعمال البر والاحسان في القرنين الخامس عشر والسادس عشر في صدق صار الناس يتصطقوا كثير ويحسنوا كثير وخصوصا لبناء المستشفيات اتجهت شريحا من الناس بعد تحسن احوالها المادية كليلا الى اعمال الخير واستغل الرجال الكنيسة هذا الشعور وباعوا الاخر بالمال باعوا الجنة بشوية فلوس وهذا حرك لدى البعض حالة سخط ضد الكنيسة وتحول الامر الى ثورة اصلاح ديني كبرى من الكرن السادس عشر الى الكرن السابع عشر يعني هذه الثورة ادخلت اوروبا في سلسلة حروب استمرت في مرة واحدة ثلاثين سنة انتهت بظهور مذهب مسيحي جديد هو المذهب البروتستانتي هذا المذهب بدوره كما يقال اثر في مستقبل اوروبا ومستقبل العالم من ثم ظهوره هذا المذهب الجديد ترك اثر خاص يعني مثلا عالم الاجتماع الالماني الشهير ماكس فيبر وهذا اهم علماء الاجتماع من وجهة نظري كان قد ربط بين ظهور الرأسمالية قيم الرأسمالية الليبرالية وبين قيم المذهب البروتستانتي قال ان الرأسمالية تجلي اقتصادي للمذهب البروتستانتي فيه قيم مشتركة والبعض ربط بين التفوق العلمي وبين وبين المذهب البروتستانتي قالوا ان معظم الحاصلين على جائزة نوبل في العلوم هم من ابناء المجتمعات البروتستانتية وعللوا ذلك فسروا ذلك بشيوع قيم الحرية والفردانية في هذه المجتمعات اكثر من غيرها وما ربطوا بين قيمة الحرية حين تشيع وبين ظهور الاختراعات والابداع الفردي فقالوا المجتمعات البروتستانتية اكثر حرية لعل هذا هو السبب في ان اكثر المخترعين والعلماء المبدعين من هذه المجتمعات وهو ما سمح بظهور العوامل الابداع والعبكرية لدى ابناء هذه الثقافة وبعض الاثار السلبية التي نتجت عن المأساة كانت لها اثار ايجابية على قاعدة يخرج الحي من الميت على سبيل المثال النزعة الفردانية الأنانية التي تكلمنا عنها قبل شوية التي ظهرت في مجتمع مع بعض الطاعون هذه النزعة الفردانية تسببت في ظهور النزعة الإنسانية في اوروبا النزعة النزعة الإنسانية هذه هي التي ترفع قيمة الفرد الإنسان وترفع القيم الإنسانية فوق كل شيء النزع التي تثق بالإنسان وتتفائل بإمكانياته وأنه قادر على صنع التقدم الحضاري وهذا أمر ما كانش معروف من قبل كانوا يعولوا على الإله فقط وعلى الكنيسة وعلى الرجال الكنيسة الإنسان ما كانش محطوط تحت النظر الإنسان كقيمة لم يكن يعتنى به قبل الطاعون بهذا الشكل بعد الكارثة أصبح الناس يهتمون بالإنسان كقيمة وأن كل معرفة لا تخدم الإنسان لا تستحق الاهتمام منها المعارفة الدينية طبعا وهكذا يعني شحذت الأزمة الرغبة الأوروبي في البحث عن وسائل التقدم واكتشاف المجهول والبحث عن الثروة الثروة التي تقي من المجاعة يعني مجربوا المجاعة وتعبوا فيها وبدأ الفرد فعلا يسهم بشكل قوي في هذه الاكتشافات يعني هذا خلوهم اندفعوا الاكتشاف القرات الجديدة مثل قرات أمريكا ويكتشفوا قدرتهم على استغلال الطبيعة لصالح الإنسان كل هذه التداعيات كانت نتيجة متسلسلة لكارثة الطاعون بعضها زي ما قلت نتائج إيجابية وبعضها نتائج سلبية وهذا ربما معناه أرنولد توينبي لما تكلم عن نظرية التحدي والاستجابة لما كان التحدي كبير أمام الإنسان الأوروبي في عصر الطاعون في كرون الطاعون لما كان التحدي كبير كانت استجابة قوية جدا أنتجت حضارة أنتجت ثورات متسلسلة من ثورة دينية إلى ثورة صناعية إلى ثورة علمية من أبرز آثار الكارثة التي ركز عليها علماء الاجتماع والسياسة تأثيرات نقص اليد العاملة في الحقول الزراعية وفي أعمال التجارة أيام الطاعون الطاعون قضى على نسبة كبيرة من الفلاحين في مجتمعه أصلا إقطاعي يعتمد على الزراع والفلاحين كله كان مجتمع زراعي مجتمع الأوروبي آنذاك في القرونة الوسطى كان مجتمع زراعي يعتمد على الزراع الإقطاع كان زراع يعتمد على الأرض التي يملكها وهذا نقص الفلاحين بالموت رفع من قيمة الفلاح في أوروبا الغربية تحديدا بعد ذلك فأصبح الفلاح يضع شروط على صاحب العمل ما كانش يقدر يطرحها زمان بدأ يشترط في رفع أجوره ويأخذ بعض الامتيازات بمرور الوقت تحسنت أحوال المزارعين والعمال وزادت مكاسبهم وحقوقهم زادت مكاسبهم وحقوقهم وهذا زاد في طبقة البرجوازيين وسع طبقة البرجوازيين الذين قامت على عاتقهم الثورة الصناعية فيما بعد بدون البرجوازيين ما كانش حتكم ثورة صناعية كانوا الإقطاع لن يكون مؤهلا لإقامة الثورة الصناعية الإقطاع كان مشغول بالزراعة البرجوازيين هذو لما لن جاءوا لما توسعت طبقة التجار اللي خرجت من رحم الإقطاع وهذه هي اللي أنتجت الصناع فيما بعد كان عندها سيولف في المال عندها مال سائل يقدر يبنيه ويصنعه ويسوي غزل ونسيجه وما شابه يكفي أن نعرف أن الإحساس العميق الذي ولده نقص اليد العاملة تدفع البعض للتفكير في اختراعات تعوذ النقص يعني مثلا الآلة الطابعة الآلة الطابعة هذه اللي كانوا يطبعون فيها الكتب هذه ظهرت في القرن السادس عشر في ألمانيا كان لها دور عظيم في النهوض بأوروبا وكان لها دور في ظهور الدولة الوطنية يعني الدولة الوطنية ظهرت لما ظهرت الثقافة الوطنية واللغة الوطنية زمان كانوا يكتبوا باللاتينية فقط الكتاب المقدس وما شابه الآن المطبع وفرت لهم فرصة يكتبوا أدبهم ويكتبوا الكتاب المقدس باللغة الشعبية المحلية وأهم من هذا أن الآلة الطابعة كما قلت كتكسرت احتكار الكنيسة لتفسير الكتاب المقدس الكنيسة كانت هي اللي تحتكر تفسير الكتاب المقدس ما تسمحش للناس بكراءته ولا بتفسيره جتت طابعة خرجت الكتاب المقدس من الكنيسة وأصبح في متناول الناس مع الوقت أصبح الكتاب المقدس يطبع ويوزع باللغات المحلية الإيطالية يطبع بالإيطالية الألمانية يطبع بالألمانية الإنجليزية يطبع بالإنجليزية وهكذا وهذا بدوره ساعد في نجاح ثورة الإصلاح الديني التي فيما بعد يعني لا نظهر معها في نفس القرن هذه الثورة أيضا ثورة الإصلاح الديني أسهمت في تغيير شكل أوروبا يعني ترافقت مع وجودها الطابعة ثورة الإصلاح الديني كما أسلفت جاءت لصالح الفرد ضد الكنيسة وإحنا قلنا قبل شوية أن الطاعون أظهر الفردانية والليبرالية والشعور بالأنى والأنانية فالكنيسة البروتستانتية يعني ثورة الإصلاح الديني أيضا عزفت على نفس الوتر وتر الفردانية وقالت أنه من حق الأفراد أن يكرأوا الكتاب المقدس بأنفسهم ويفهمونه بأنفسهم وليس للكنيسة عليهم سلطان ومن حق المسيح أن يتواصل مع ربه مباشرة دون حاجة إلى وسط هذا تعزيز للفردانية التي كانت بدأت تظهر لأن تجت فيما بعد الرأسمالية لأن الرأسمالية ما هي؟ الرأسمالية الليبرالية لازم الليبرالية يعني حرية الفرد دعه يعمل دعه يمر ويرى المؤرخون أيضا أن من أهم النتائج الإيجابية المترتبة على كارثة الطاعون هو أنه قضى على نظام الطبقات الاجتماعية في القرون الوسطى النظام الذي كسم المجتمع الأوروبي إلى أو على رجال دين وأرستقراطيين يمتلكون المقاطعات مقاطعات كاملة مدن يمتلكوها بما فيها من شجر وحجر وبشر وكان الطبق الثالثة اللي هم الفلاحين يعملون مثابة أكنان أشباب العبيد أو مستعجرين لدى الإقطاعيين الأرستقراطيين الطاعون أطاح بهذا النظام بالتقصيد فيما بعد هذه متغيرات على المستوى الاجتماعي هناك متغيرات أيضا على مستوى الفن ترك آثار حتى على مستوى الفن الطاعون والفن هو مرآة الإنسان الفن شهد بعد الكارثة تحولا في بعض قيمه القيم الفنية تحولت أصبح الفن يهتم أكثر مثلا بالموضوعات العلمانية الموضوعات الدنيوية بعد أن كان يهتم بالموضوعات الدينية صار يلتفت الآن للموضوعات الدنيوية وبدأ ينظر إلى الأمور عموما من زاوية علمانية يعني يشرك الزاوية العلمانية في النظر رويدا رويدا حتى المسيح الذي كان يرسموه في اللوحات على شكل رجل متواضع أصبح يرسم الآن على شكل رجل قوي وكأن الفنان الأوروبي أصبح يكره الضعف الضعف الذي رآه في المجتمع أمام الطاعون فعلا يعني المجتمع الأوروبي كان في حالة ضعف عجيب يعني اللي يكره عن الطاعون هذا أو الطاعون اللي جاء فيه ما بعد حتى بعد الكرن الخامس عشر طاعون دبلن طاعون لندن كان بعض الناس المصابين به يكفزون في خنادق الموتى اللي بيدفنوهم وهم أحياء عشان يهربوا من العذاب اللي هم فيه من عذاب الطاعون يعني كانوا يطرشون الدم كما قلنا وهكذا تجمعت قطرات التغيير في مجرى الحياة الأوروبية حتى شكلت في نهاية المطاف نهرا جارفا أدى إلى ظهور الثورات الأوروبية المتتالية الثورة الصناعية، الثورة الدينية، الثورة السياسية، الثورة العلمية طبعا لم يكن هذا هو الطاعون الوحيد الذي عرفته أوروبا والشرق الأوسط يعني في تلك الفترة كانت أوروبا قد عرفت من قبل ومن بعد أكثر من طاعون بين فترة وأخرى كان هناك طواعين طاعون القرون الوسطى كان هو الأكثر امتدادا على مدى الزمان لكن كان في طواعين قبله وكان فيه بعده منها طاعون فتاك ظهر في القرن السادس الميلادي يعني حوالي قبل ألف سنة من طاعون الموت الأسود ظهر في عام 541 بكي سنة واحدة من 541 إلى 542 يعني قبل ظهور الإسلام قبل ظهور البعثة النبوية بحوالي نصف قرن تكريبا هذا الطاعون انتشر في الإمبراطورية البيزنطية التي كانت هنا في تركيا وانتشر أيضا في الإمبراطورية الساسانية الفارسية اللي كان بجوارها وكانوا في حالة حرب دائمة وانتشر أيضا في بعض المدن المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وكان فتاك كان فتاك بالفعل كتل في عام واحد ما يقرب من 25 إلى 50 مليون شخص في سنة واحدة وربما كان من أسباب ضعف القوتين العظميين آنذاك يعني هناك من يرى أنه هذا كان من أسباب ضعف بيزنطة روما الشرقية وفارس وهو ما سمح بظهور قوة دولية الجديدة صاعدة من الصحراء العربية اللي هو الإمبراطورية العربية الإسلامية هناك من يرى ذلك أن الطاعون كان له تأثير لكن بوجهة نظري أنه لا يصح أن نبالغ في تأثير هذا الطاعون على هاتين القوتين بيزنطة أو روما الشرقية وفارس السلسانية لماذا؟ لأنه ليدرس التاريخ ليدرس ما كتبه جيبون مثلا عن سكوط روما يدرك أنه كانت الإمبراطورية في حالة ضعف أصلا قبل مجيء الطاعون كانت في حالة ضعف كبير والإمبراطورية السلسانية كانت كذلك ربما الطاعون ساهم بشكل ما في مزيد من الضعف لكن أيضا كانت ضعيفة كانوا بدأوا يتهاون من وقت مبكر كانت في حالة شيخوخة كما يقال بالتأكيد سيكون لأزمة كورونا الحالية تأثيرات عميقة في ثقافة الناس ونفسياتهم وفي موازين القوى الدولية أيضا يعني لاحظنا كيف كان رد فعل الإيطاليين على إهمال الاتحاد الأوروبي لهم وقت الأزمة هناك سخط إيطالي على موقف الاتحاد الأوروبي المتكاعس عن دعم إيطاليا التي تمر بمحنة حقيقية هذه الأيام وهذا يطرح بعض الأسئلة حول مدى استمرارية الاتحاد الأوروبي نفسه بعد هذا الوباء بعد انتهاء الوباء الاتحاد الأوروبي الذي استمر إلى الآن على المغذيات طوال الفترة الماضية بريطانيا خلعت وإيطاليا ممكن تخلع بعد هذا الخذلان الذي لاكته منهم وهذه من المتغيرات الدولية لكن الأهم هو أن الأزمة ستضع الصين في مركز الضوء تحت نظر العالم من الآن وصاعدا يعني برز خلال الأزمة وجه جديد للصين غير الوجه الكديم اللي يكونها معمل العالم المعمل الذي يصنع للفقراء ما لا يستطيعون شراءه من منتجات الأغنية الدولة العملاقة التي نهضت من بين الرماد هذا الوجه برز الآن بجانبه وجه آخر هو الدولة التي تصدر الوباء والمجتمع الذي يصدر الوباء والأخطر من ذلك الدولة الدكتاتورية التي تتستر على البيانات الضرورية للوباء في أيامه الأولى والتي تسبب تسترها هذا في انتشار الفيروس الفيروس إلى بكاء أنحاء العالم كما يقول البعض فيه ناس بيتموه أنها كسرت أخفت بعض البيانات مما سمح بانتشار الفيروس وما زالت تخفي بعض البيانات إلى الآن المهمة التي يحتاجها الأطباء في منظمة الصحة العالمية علشان يعرفوا شفرة الفيروس ففي تهم من هذه حتحط الصين تحت المجهر الآن وتحت سخط عالمي وليس في صالحها هذه الأزمة العالمية أظهرت من جديد مخاطر النظام الدكتاتوري النظمة الدكتاتورية ليس فقط على شعوبها كما كانت طوال الوقت الآن الدكتاتورية أصبحت خطر على الشعوب كلها لأن هذه الصين لو لم تكن محكومة من قبل نظام دكتاتوري ما تسترت على بيانات مثل هذه ومنعت المنظمة الصحة العالمية من الدخول إلى الصين ومتابعة الحالة كما ينبغي أن يكون المفاركة أن هذا الانكشاف للدكتاتورية جاء في ذروة تمجيد النظم الاستبدادية القادرة على إدارة مجتمعات ضخمة بكفاءة عالية تم الترويج لهذا خلال السنوات الماضية يعني كانت أجهزة الإعلام التابعة لأجهزة المخابرات العربية المستبدة قد بدأت بحماس في الترويج للنموذج الصيني بوصفه ماذا؟ بوصفه نموذجاً ناجحاً من غير الحاجة إلى ديمقراطية يعني كانوا بكل الشعوب العربية أنتوا جالسوا تطالبوا بالديمقراطية تعالوا شوفوا الديمقراطية ليست شرطاً في التقدم ها عندكم الصين انظر إلى الصين تقدمت بنظام استبداد دون حاجة إلى ديمقراطية وطبعاً هذا كلام فيه من المغالطات الشيء الكثير هناك تجاهل أولاً لخصوصية المجتمع الصيني من ناحية وهناك تتجاهل من ناحية أخرى أن الديمقراطية هي حدوة الحصان بالنسبة للدولة وليست الحصان نفسه يعني بمعنى أن بالإمكان أن تحصل أي دولة على التقدم نعم لكن هذا الحصان اللي هو حصان التقدم إذا لم تضع لحوافره حدوة تحميه من التآكل فإنه سيتوقف عن الحركة ويسقط في لحظة من اللحظات هيمشي على اللحم الحي والديمقراطية هي حدوة الحصان التي تحمي حصان التقدم من السقوط اليوم ظهرت بوضوح مخاطر النظم الدكتاتورية عندما تعمدت دولة مثل الصين إذا صح هذا الكلام طبعا عندما تعمدت إخفاء بيانات ضرورية عن فيروس كورونا ومنعت منظمة الصحة العالمية وغيرها من الوصول إليها هذه البيانات كما قال مدير معهد باستور في كوريا نحن نجيب الكلام من مصادر مثل هذا الرجل يعني مدير معهد باستور في كوريا وهو عربي بالمناسبة عربي جزائري قال إن هذه البيانات كانت كفيلة بوقف انتشار الفيروس لو حصلوا عليها لو حصلوا عليها من الصين يعني لو أتاحتها الصين للعالم من الوهلة الأولى وقال أيضا إن الخبراء لن يصلوا إلى علاج للفيروس ما لم يصلوا إلى المريض رقم صفر اللي هو موجود في الصين لكن الصين لا تتعاون حتى الآن تعالوا نستمع إلى مدير معهد باستور في كوريا في هذي الجزئية هناك الكثير من التعاون عن هذه الكثير من الوهلة الأولى وأيضا نستمع إلى مدير معهد باستور أعتقد أن هذا يصبح مدير معهد باستور باستور مدير معهد باستور وقال أيضا نستمع إلى مدير معهد باستور هذه الكثير من الوهلة الأولى وقال أيضا نستمع إلى مدير معهد باستور هم يشترك لينيش هذا المنزل حين نستمع إلى مدير معهد باستور والإعداد حتى الآن لأستشاعة لعاون نستمع إلى جانب وإذاً لا نستمع إلى جانب يمكن أن ندخل أن يفعله على كل أحد يجب أن يفعله إذا أمام مصنعه إنه يجب أن يحصل إلى أن يومين المساعدة إنه آخر من محلطapa لأنه يبقى العديد من المساعدة عن المسؤولين فالناكش مالكدا من اثبات من يخدمين هي المقسمة بفرساتي المصدر المالباطنين، المصدر المنزل المقسمين في العامر فقط في المقسمين أجل انه نصدق من الزرارة لذلك المرتبة مع المنزل من الوحيفة لذلك بدون ذلك التواصل عن المصدر الآخر في موهون نحن في حالة جيدة لنفهم أين هذا الروس يذهب لذلك التواصل سيكون مهمة جداً لكي نفهم المصدر من هذا الروس ويساعدنا أن يتسبب الوباء الحالي في خسائر فادحة للدول والشركات والأفراد حيث من المتوقع أن يفقد الملايين وظائفهم ومدخراتهم في هذه الأزمة وقد تخطط أمريكا ودول أخرى لتأديب الصين إذا ثبت أنها تسترت على بيانات المرض بغرض نشري في مناطق أخرى لا ثبت ذلك يحدث حرب وقد تحدث أشياء كثيرة لا تحمد عقباها من تداعيات هذه الأزمة لكن في المقابل لا ننسى أن هذه الأزمة قد تصحح بعض الاختلالات التي أحدثها الإنسان خلال الفترة الماضية اختلالات في الثقافة في الفكر في الأخلاق في قيم كثيرة من المتوقع أن الأزمة ستلفت انتباه الناس إلى ضرورة المحافظة على البيئة وعدم إفسادها حتى لا تعود عليهم بالعقاب تدمير التوازن البيئي على الكوكب له نتائج خطيرة كما هو معروف في الأيام الماضية نشرت وكالة ناسا الأمريكية صورا أظهرت أن إغلاق المصانع الصينية خلال الفترة الماضية قد أسهم في تراجع التلوث بصورة كبيرة على الكوكب قد يكون فيها ممحكات من باب الصراع السياسي بين أمريكا والصين لكن هذه حقيقة الصور اللي بثها كانت واضحة مصانع الصين بتسوي تلوث كبير ومصانع أوروبا أيضا ربما هذا ينبه الناس لأهمية الحفاظ على البيئة والبحث عن بدائل ومن المؤكد أن الأزمة قد لفتت انتباه الناس إلى الخلل في سياسات الدول وفي استراتيجياتها تبين أن الدول الكبرى تحديدا والمتكدمة عموما تخصص ميزانيات ضخمة للتسليح وتصنيع السلاح بدلا من إنفاقها في مجال الصحة والعلاج فيروس بسيط مثل هذا ركع دولا كبرى وكشف عنها شاشة إمكاناتها الصحية حتى أنها عجزت عن توفير حاجياتها من الكمامات ومواد الفحص وبعض الأسرة العناية المركزة أمريكا بجلالة قدرها قالوا لا تتجاوز عدد الأسرة للعناية المركزة أكثر من 250 لا أتذكر في حدود هذا الرقم يعني ماذا لو حصلت جائحة هائلة كبيرة مثل هذه فين يروح الناس أمريكا هذه اللي عندها حوالي 3000 رأس نووي ولا 1500 رأس حتى عندها 1500 رأس نووي ما عندها 300 سرير للعناية المركزة هذا خلل في الاستراتيجيات عدم اهتمام بالإنسان دول كبيرة عظيمة ليست جاهزة لمواجهة وباء بحجم كورونا لكنها جاهزة بألاف الرؤوس النووية لتدمير الكوكب عشر مرات هذا ليس خللا في الاستراتيجيات فقط هذا خلل في النظام الأخلاقي لهذه الدول ولهذه المجتمعات ويبدو أن المجتمعات ستستيقض لهذا الخلل الجسيم وتبدأ في محاسبة الحكومات نحن نعول على الشعوب الديمقراطية طبعا في محاسبة حكوماتها لا على الشعوب المغلوبة على أمريا مثل الشعب الصيني الذي لا حول له ولا طول وجد فقط للعمل هذا شعب وجد للعمل ليس من حقي أن يحاسب نظامها السياسي على شيء حتى لو تسبب هذا النظام في ألف كارثة وكارثة ومن المتوقع أيضا أن يبدأ العالم في مراقبة العادات الصينية غير المقبولة ومحاسبة هذا المجتمع عليها يعني أكل الكوارض وأكل الحيوانات البرية أمر غريب يعني ينبغي أن الناس المجتمعات تبدأ في محاولة إنقاذ هذه الكائنات وإنقاذنا معها رأينا يعني أنهم يأكلون كل ما يدبوا على الأرض خفافيش يأكلوها فئران حية فئران يعني بيلكط الصيصان الفئران بجوار الصلطة بيأكلها في صحن واحد وهي على كيد الحياة الكلاب والقطط يلكوها في كدور الماء وفي كدور الزيت المغلي وهي على كيد الحياة يعني كمة البشاعة كمة البشاعة سواء في التعذيب أو في أكل هذه الكائنات دون أدنى شفقة هذه جرائم في حق الحيوانات وبعدهم بتأدي إلى جرائم في حق الناس لما تطلع منها فيروسات ومشاكل وميكروبات يجب أن يتوقف ذلك يبدو أن العالم سيحاصب الصين على أمور كثيرة نسأل الله السلامة للجميع ونلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة